واتكلمنا عن استمرار متابعة الأعمال بالنادي استعداداً لافتتاح النهاردة بقى هنتكلم عن استكمال التجهيزات وافتتاح النادي الأهلي رسمياً هنفتح محضر جلسة 28 يناير 1909 انعقدت لجنة النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة الساعة الرابعة بعد الظهر برئاسة سعادة عزيز عزة باشا وبحضور أصحاب العزة علي أبو الفتوح بيك عن نفسه وعن سعادة أمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد علي دولار بيك ومحمد شريفة فندي السكرتير ونابع زيتلو حضرت عمر لطفي بيك عن سعادة إسماعيل سري باشا اقترح الرئيس إرسال خطاب أو منشور إلى جميع النظارات تكون سورته هكذا النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة ناظر كذا سعادت له أفندم حضرتكم طبعا هنا كلمة كذا حيتكتب مكانها اسم النظارة أو المصلحة اللي حيتم إرسال الخطاب لها وكلمات سعادت له أفندم وحضرتكم دي استكمال لدباجة الخطاب حسب مركز المرسل إليه وكان درس الخطاب كالآتي أتشرف بإحاطتكم علما أن النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة يقبل موظفي الحكومة أعضاء به باشتراك قدره ثلاثة جنيهات سنويا جائز دفعه على أقصاد شهرية مع العلم بأن الاشتراك العادي هو خمسة جنيهات سنويا فحررت هذا لسعادتكم رجاء إحاطة موظفيكم علما بذلك لا سيما وأنه من الأسباب الرئيسية لتأسيس هذا النادي إيجاد مكان مستوفي للشروط الصحيحة للرياضة موظفي الحكومة بعد العناء من الأعمال وموقع تحت الرئيس فقررت اللجنة إرسال الخطابات بعد افتتاح النادي ده الخطاب الرسمي اللي اللجنة العليا وفقت أنه يتم إرساله للوزرات والمصالح الحكومية كدعوة لانضمام العاملين فيها للنادي الأهلي عمر بيك لطفي قال للحاضرين لا بد من تعيين يوم الافتتاح وما أتيت اليوم إلا لهذا واقترح أن يدعى النظار والمستشارون ووكلاء النظارات ورؤساء المصالح ونظار المدارس العليا ووكلاءهم ومستشار محكمة الاستئناف الأهلية فقررت اللجنة ذلك وعينت تاريخ الافتتاح بين 19 و 26 من فبراير 1909 كعدت عمر بيك لطفي رجل جد بيروح للهدف مباشرة يا جماعة عايزين نخلص ونفتتح النادي إحنا مستنين إيه؟ يلا بينا وفعلا اللجنة العليا قررت تحديد اليوم وكمان المدعوين للاحتفال الافتتاح إما الجمعة 19 فبراير أو الجمعة اللي بعدها 26 فبراير 909 ويتم دعوة كافة المسؤولين الكبار في الدولة من وزراء ووكلاء وزراء ومستشارين محاكم الاستئناف ورؤساء المصالح الحكومية يعني كبرات البلد أما رئيس النادي عزيز عزة باشا اقترح عمل سوان للمدعوين وإنه يقدم لهم شيء بعد انتهاء الألعاب البدنية اللي حتجرأ أمامهم طبعا السوان زي أي سوان أفرح بيتعمل النهاردة في الأحاق الشعبية والمدعوين يتفرجوا على استعراض للألعاب البدنية أو الرياضية وبعدها يتم تقديم الشيء اليوم الدنيا كانت بسيطة قوي وبالمناسبة عشان الناس تعرف بساطة أيام زمان لما كان أي فريق في الأهلي بيفوز ببطولة في كرة القدم أو السلة أو أي لعبة كانت المكافأة كانت حفلة شاي الكلام ده هتعرفوه من محاضر رسمية بعد كده إقامة حفلة شاي لفريق كذا الفائز ببطولة كذا ويتقدم له قطعة جاتو مع الشاي لكل لعب هي دي المكافأة النهاردة بقى مكافأة الفوز ببطولة بتكون كام بلاش بلاش ببطولة مكافأة الفوز في مطش واحد بتكون كام كمان عزيز عزة باشا اقترح أن يطبع بروجرام صغير يذكر فيه جرد إنشاء النادي وتاريخه وشروط الاشتراك فيه وقررت أن يشترك صاحبة العزة عمر لطفي بك وعلي أبو الفتوح بك في تحريره وتعهد حضرة محمد علي دولار بك بطبعه المقصود هنا عمل كتاب صغير مكتوب فيه فقرات حفل الافتتاح ونبذة عن النادي وليه تم إنشاؤه وتاريخ تأسيسه وشروط الاشتراك فيه بمفلت يعني الكتاب ده حيتم توزيعه على المدعوين ومؤكد إنه حيتنقل من المدعوين لأسرهم ومعرفهم يعني نقدر نقول إنه نوع من الدعاية الإضافية للنادي عشان الناس تعرف أكتر عنه وزي ما قلنا إنه حيتعمل استعراض للألعاب البدنية والرياضية في افتتاح النادي وإحنا ما عندناش خبرات كافية نعمل إيه ؟ اشتركوا في القناة